لفقرة حائط صد جملة حبدأ بها هذه الفقرة جملة افتكرتها الحقيقة وانا داخل النهاردة ان تأتي متأخرا افضل من ان لا تأتي ابدا الحقيقة طيب انا ليه بقول هذه الجملة وحطها عنوان لحلقة النهاردة او لفقرة النهاردة في حائط صد لانه ده هذه الجملة بتتزامن مع قرار اتحاد كرة القدم بتحويل محمد الشيبي لعب فريق بيرميدز الى لجنة الانضباط ليه هو الشيبي عمل حاجة الناس بقى تقولك ايه خدوا بالحضراتكم من الكلام ده الناس عايزة تاخد قرار اتحاد كرة القدم الى اتجاه ليس صحيحا طيب فيقولك ايه هو الشيبي عمل حاجة يا جماعة هو احسن الشيحات اللي مش ضرب لشيبي هو النادي الاهلي على رأسه ريشا والله فيه انا شايف ناس عملت من الصبح عملت تتكلم بهذه الطريقة على السوشال ميديا طبعا لا بيشجعوش النادي الاهلي ولكن هم عايزين ياخدوا الموضوع للطريقة دي او للاتجاه ده طب مش حضرتك تعرف الموضوع الاول تعرف لماذا تم تحويل لاعب نادي بيرميدز الشيبي للاجنة الانضباط ولا هو اي كلام وخلاص واخد الموضوع لهذا الاتجاه عشان هطلع اقول في الاخر ايه هيطلع الهجاس والمطيباتي والكلام اللي احنا قلناه بارح ده حضرتكو فاكرينه ان هناك شعرة ما بين الهجس والهبد فحتلاقي دلوقتي الهجس الهجس والهبد كتير هيطلع يقولك ايه هو على النادي الاهلي على رأسه ريشا عشان يطلع يده الاحسين الشيبي يعني يوقفوا الشيبي ده او يحولوه الى لجنة الانضباط ده احسين الشيحات اللي ضرب الشيبي طب يا فندم يا سيدي يا استاذ يا اللي عمال تكتب يا فيك اكاونت اللي عمال يكتب على السوشال ميديا وتكتب اي كلام مش تفهم الموضوع ايه الموضوع انا تم تحويل محمد الشيبي لاعب نادي بيرميدز الى لجنة الانضباط بسبب لجوءه الى القضاء والمحاكم في موضوع ازمته مع كابتن حسين الشيحات عارفين ليه لان هذا الموضوع قد يعرض كرة القدم المصرية للخطر قد يصل الى الايقاف النشاط الرياضي يا عم اسلام ايه اللي انت بتقوله ده ايوه الله يا جماعة هو اتحاد الكرة فضل مستني 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 معرفش ليه الحقيقة ولكن في النهاية اتخذ القرار الصحيح وهو تحويل الكابتن محمد الشيبي الى لاعب نادي بيرميدز الى لجنة الانضباط فتخيل حضرتك ان ممكن يوصل اللي جواك انا مش هقول اللي جواك كان ايه ولكن تخيل ممكن اللي جواك يوصل بكرة القدم المصرية ان انت تدخلنا في ازمة بدون لازمة لمجرد ان انت يعني مش هقول انت قوله اللي قاعد وراء الكاميرات يقول زي ما هو عايز لكن اللي امام الكاميرات يجب ان يكون عندك ميثاق تتكلم منه الموضوع مش مستهل كل هذه الدج اه حسين اخطأ نادي الاهل عقبه اتحاد الكرة عقبه هو نفسه حسين راح اعتذر لمحمد الشيبي اللي يستحق الحقيقة كل الاعتذار وكل هذه الامور وامام عدسات الكاميرات في استهد او بعد هذه الواقعة حسين اعتذر وقال لك احنا اسفيل وبس دماغك واحنا يعني وحسين الشحات رجل اخطأ وبالتالي النادي الاهلي لم ينتظر ان حد دي عقب حسين لكن هو اللي راح عقب حسين وحسين طلع وتقبل هذا العقاب لانه عارف ان هو غلطات ولكن هو خطأ رياضي ليس اكثر احنا مش في خناقة برا الملعب اه او احنا اتنب نتخانق على عشرة جنيه مثلا وروحنا الاسف يا جماعة لازم تبقوا فاهمين تبقوا فاهمين قوانين الرياضة وقوانين كرة القدم ولوايح كرة القدم او لويح الرياضة بشكل عام وينفع على واحد الله العظيم ده الواحد بيشوف حاجات من كتر اللي جوه الناس حاجات غريبة جدا الواحد بيشوف حاجات غريبة والله والله ما كان عمري ما كنت تخيل ان الموضوع يوصل لكده تخيل حضرتك واحد بيعدي من واحد فالتاني عمل تاكلينج فرجله جات في رجله بتحصل بنشوفها مع لعبة العالم كله فلا قدر الله لقدر الله لعب الاخر جاله صليبي لقدر الله بعيد عن اي حد تخيل حضرتك ان الممكن اللاعب اللي جاله صليبي ده يطلع يقول او يشتكي في المحكمة ويقول ان اللاعب اللي خبطني في الارض ده سبب لي ان انا جالي روباط صليبي وحاعد 8 شهور 9 شهور في البيت هل ده ممكن يحصل هتقول لي دي مش زي دي لا افد هي زيها الاتنين بيحصلوا في ملعب كرة القدم يا ما شفنا هل ده معناه ان احنا موافقين على هذا الفعل النادي الاهلي اثبت للجميع انه لا يوافق على هذا الفعل بعيدا عن ردود الافعال الاخرى من الطرف الاخر النادي الاهلي خصم وتم خصم مبلغ في وقتها عندما تم عرض الموضوع على كابت الخطيب كابت الخطيب ضاعف المبلغ لانه رأى انه اخطأ خطأا كبيرا في حق جمهور الاهلي وفي حق الناس لكن الموضوع يسخم والناس سخانت الشيبي انه يلجأ للقضاء ويخرج بعيدا عن حقوق المشروعة اللي النادي الاهلي جابهله قبل اي حد بالمناسبة والحقوق المشروعة معناها ايه يجب ان يكون عندك او عارف حقوقك ايه وعارف لوائحك ايه المفروض ان اعتقد النادي بيرامدز عندهم ناس تبقى فاهمة كويس جدا في هذه الامور طبعا نادي كبير ونادي محترم فمن خلال لجانة اتحاد كرة القدم ممكن تاخد حقك وزيادة وبالفعل وبالرغم من صدور ايقاف لاعب اللي هو احسين الشحات يعني لان اللاعب لم يكتفي بهذا الامر حمد الشيبي وتخطى كل الحدود الممكنة والمشروعة الرياضية ولجأ الى القضاء والمحاكم المدنية والحقيقة خليني برضو اكون واضح